بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الثاني من الوحدة الثانية من كتاب التربية الإسلامية الفصل الأول للصف الخامس ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ تحدثنا في الدرس الأول من هذه الوحدة وهي وحدة الحديث الشريف عن خلق جميل وهو الشجاعة والآن في الدرس الثاني سنتحدث عن الصدق وهو من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان المؤمن سنقوم بداية بحل النشاط الأول صفحة 42 بماذا كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بماذا كان يلقب كان يلقب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين والآن هيا بنا لنقرأ الحديث النبوي الشريف ونتعرف على المعاني التي بداخله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة متفق عليه معاني المفردات والتراكيب عليكم بالصدق وتعني إلزموا الصدق وداوموا عليه يهدي يؤدي البر هي كثرة الطاعة والعمل الصالح يتحرى الصدق أي يلازم الصدق حتى يكون صفة دائمة له وإياكم والكذب أي اجتنيبوا الكذب واحذروه الفجور هو الخروج عن الطاعة ننتقل إلى النشاط الثاني صفحة 43 بماذا كان يلقب أبو بكر من الصديق نضي الله عنه ولماذا بماذا كان يلقب أبو بكر كان يلقب بالصديق لماذا لأنه أول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن معه من الرجال تعريف براو الحديث الشريف راو الحديث الشريف هو عبد الله بن مسعود الهذلي سادس من أسلم من المسلمين شهد غزوة بدر وقتل فيها أبا جهل هاجر الهجرتين وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث وهو أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة المكرمة وكان من فقهاء الصحابة وقرائهم توفي عبد الله بن مسعود سنة 32 هجر ودفن بالبقية نشاط ثلاثة لماذا يحب الله الصادقين لماذا برأيكم يحب الله الصادقين بأن الصدق من الصفات المحمودة التي تهديه لفعل الخيرات والأعمال الصالحة الصدق طريق الجنة ما هو مفهوم الصدق؟ سنتعرف الآن على مفهوم الصدق الصدق هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وكونوا مع الصادقين فضائل الصدق ما هي فضائل الصدق؟ وعد الله سبحانه وتعالى الصادق بالأجر العظيم ودخول الجنة ونيل رضوانه قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هذه الآية فيما معناها أن الله سبحانه وتعالى يقول أن الصدق ينفع المؤمنين وسيدخلهم الله سبحانه وتعالى بصدقهم وإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضي الله عنهم أجمعين وذلك هو الفوز العظيم بالنسبة لهم ومن لازم الصدق في حياته ومواقفه وأقواله وأفعاله يقوم الله سبحانه وتعالى بتوفيقه لفعل الطاعات ويهديه لفعل الأعمال الصالحة التي تقوده لدخول الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى سنتعرف الآن على هذه الفضائل الجليلة للصدق أولا الصدق يمنح صاحبه الطمأنينة والسكينة كما وأن الصدق يدفع صاحبه للجرأة والشجاعة في قول الحق والثبات عليه وسالثا يؤدي الصدق إلى الثقة بين الناس فيتعاونون ويتراحمون ويتكافلون فيما بينهم والصدق طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار بالمقابل فإن الكذب يؤدي إلى النار يعد الكذب طريقا لدخول النار مفهوم الكذب هو القول المخالف للحقيقة والواقع وقد زم الله سبحانه وتعالى الكذب والكاذبين فقال تعالى وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أضرار الكذب ما هي أضرار الكذب؟ سنتعرف عليها الآن أولا يبعد الكذب الإنسان عن الطاعة ويجره إلى المعصية ثانيا ينشر الكذب العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس وثالثا يعاقب الكذب في نار جاهنم يوم القيامة ومن لازم الكذب في حياته وموقفه وأفعاله وأقواله كثرت ذنوبه وزادت معاصيه التي تكون سببا في دخوله النار لافتت اليوم صفحة 45 في هذا الدرس الجميل تقول أنا مسلم أتحرى الصدق دائما في حديثي ننتقل إلى التقويم السؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي راوي حديث عليكم بالصدق هو عبد الله بن مسعود جيم الصدق يؤدي إلى لماذا يؤدي الصدق؟ إلى الثقة بين الناس با المراد بكلمة يتحرى الصدق هو أي يلازم الصدق ألف السؤال الثاني أفرق بين الصدق والكذب هيا بنا نفرق بينهم الصدق هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع أما الكذب فهو خلافه تماما هو القول المخالف للحقيقة والواقع با البر والفجور البر هي كثرة الطاعة والعمل الصالح الفجور هو الخروج عن الطاعة السؤال الثالث أبين فضائل الصدق قمنا قبل قليل بذكر فضائل الصدق والآن سنقوم بالإجابة على هذا السؤال الصدق يمنح صاحبه الطمأنينة والسكينة وثانيا هو طريق للفوز بالجنة والنجاة من النار كما ويؤدي الصدق إلى الثقة بين الناس ورابعا وأخيرا الصدق يدفع صاحبه للجرأة والشجاعة في قول الحق والثبات عليه أيضا ننتقل إلى السؤال الرابع أذكر أضرار الكذب ما هي أضرار الكذب؟ قبل قليل أيضا قمنا بالتحدث عنها أولا الكذب يبعد الإنسان عن الطاعة ويجره إلى المعصية ثانيا ينشر الكذب العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس ثالثا يعاقب الكذب في النار في نار جهنم يوم القيامة السؤال الخامس أكتب آية كريمة تدل على فضل الصدق آية كريمة تدل على فضل الصدق قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا السؤال السؤال السادس ماذا أستنتج من الحديث النبوي الشريف؟ تعرفنا قبل قليل عن الحديث النبوي الشريف وكان يتحدث الحديث عن الصدق ويتحدث أيضا عن الكذب والصدق هي صفة محمودة والكذب صفة مذمومة نستنتج من هذا الحديث الجميل أن أتحرص صدق دائما في حديثي أقوم بتحرص صدق دائما في حديثي وأيضا أبتعد عن الكذب لماذا أبتعد عن الكذب؟ لأنه طريق الفجور وطريق دخول النار والعياذ بالله وأيضا أستفدت من ذلك الحديث طاعت الله سبحانه وتعالى والعمل بأوامره واشتناب نواهيه أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة